بناءً على الشكوى المقدمة إلى صفحة تاريخ للدرك الوطني عن تاريخ فيديو مصور مفادها تعرض سائق جرار تاريخ للرشق بالحجارة مع التحتيم العمدي لمركبته عن تاريخ شخصين مجهولية الهوية على مستوى التاريخ الوطني رقم 60 ألف الرابط بين بلدية لمهير وحمام الظلعة بالضبط بقرية سلطنة بلدية لمهير وولاية برج بورانيش على إثر ذلك قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باللمهير بتشكيل دورية والتنقل على الفور إلى عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة بعد تنشيط عمص الاستعلامات تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما حيث يسيتم تقديميما أمام الجهات القضائية المفتصة إقليميا